على خلفية السلسلة الأخيرة من الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء تعيد الولايات المتحدة على لسان مصادر صحفية مقربة من غرف القرار السياسي الحديث عن إغلاق السفارة كخيار متاح أمام الإدارة الأمريكية تحميل فصائل مدعومة من إيران مسؤولية تنفيذ الهجوم الأخير يعيد مجدداً سيناريوهات تأثير التوتر ولغة الفوضى بين إيران وأمريكا على الساحة العراقية وفي كل جولة توتر بين طهران وواشنطن يتوتر المشهد العراقي الذي تنادي سلطته بسيادة مطلقة على أراضيه دون تدخل خارجي أو تحويل البلاد إلى ساحة اقتتال وتصفية حسابات ما يدعم هذا المسلسل الفوضوي وجود ميليشيات تعمل لصالح أجندات خارجية تقف عائقاً أمام العراق الرسمي والأمني من نزع التوتر كما هي المعادلة التي تريدها الحكومة العراقية وحلفاؤها التي تربطها وإياهم علاقات دبلوماسية تعرضت أيضاً مواكبها ومقاريها في كثير من الأحيان الماضية إلى ضربات واستهداف ممنهج على يد مخربين وخارجين عن القانون واشنطن تهدد مجدداً بإغلاق سفارتها ما لم تكبح الحكومة العراقية ميليشيات متحالفة مع إيران ملفون يضع الحكومة أمام تحدي كبير في أنتون هي مسلسلاً بات يضرب مستقبل العملية السياسية برمتها في العراق الذي يفقد فيها المواطن ثقته بالعملية السياسية والاقتصادية قبل موعد استحقاق دستوري قد ينسف معالمه استمرار الفوضى التي قد تصدق الأدلة على أن إيران تقف وراء إشعالها في البلاد بأياد خارجة عن القانون